نزولا عند طلب واحد المتتبع من المتتبعات دي القناة كان طلب هو وصفات دي الحلوية دي دوازاتي اليوم اجبت لكم واحد الوصفة اللي هي سهلة ممعودين شلاف دوازاتي اللي هو دوازاتي مغربي لي هو الوصفة دي الميني كوكيز غرب بميتين قرام دي الزبدة وبيجوج دي البيضات قريبا غتحصلوا لكتر من مية وابعة وستين قطعات دي الميني كوكيز لي هما هشاش بنان كيحمقوا بديك البنار دي الشوكولاتة السوداء فيهم وغيعجبوا الأطفال دي لكم كما غيعجبوا الناس الكبار اول شي غنحتاجوا هو ميتين قرام دي البيض دي الزبدة غير مملحة اللي احنا يغن نطيبوها على النار اللي هي هاد احطى ديك الجزيئات دي الحالي بتتبخر ويقول ورجع اللون دي لها بني احنا يغنستخدم السكر غنستخدم مزيج مبينجوج دي الانواع دي السكر الأشقر داكن مية وثلاثين قرام مع خمسين قرام من السكر حبيبات بالنسبة للبيض جوجو بيضات بحجم كبير غير انا كان عندي البيض صغير استخدم ثلاثة ديال البيضات غنستخدمون الشوكولاتة السوداء اللي نسبة كاكاوفا 54% حتاجيت منها ميتين وثمانين قرام غنستخدمون رقائق الشوكولاتة اللي نستخدمون في الكوكيز استخدم تقريبا ما يعادل مية وغنستخدم اللوز كونكاسي انا ما محمراش حنت غياخد غياخد اللون ديال وذك الدهبي في الفران استخدموش منه تسعين قرام احنا نسمى ملعقة شاي من الملح غنستخدم معا تقريبا واحد ملعقة مائدة من السكر المنكه بالفانيلا وغنستخدم بيكربونات السوداء ما كان استخدموش في هذا الوصفة خميرة الحلويات كانت استخدمو تقريبا 10 غرام من بيكربونات السوداء بالنسبة للدقيق غنستخدم 380 غرام من الدقيق ماشي ديال حلويات الدقيق اللي هو متعدد ل laستخدامات ولا الضقيق اللي كان استخدموه في المخبوزات حنت كنقلبواウلوحة تكستورة هي مغيرة على الدقيق اللي هو كنستخدموه بالنسبة للحلويات ولا بالنسبة للكاك اول شي غنديرو هو ذاك الشوكولات اللي عندي غنقطعو مزيان عن طريق سكين حادا حتى نحصل على واحد شوكولات شنكس يعني مقطع بواحد طريقة اللي هي ممتزان جز ويلي كتعطينا ذاك القوام وذاك المنظر اللي معروف عن الكوكيت في واحد الإناء واحد غنقوم بإضافة الزبدة نوازاة انتم ما كنما كنشوفوا ذاك الجزيات دي الحليب اللي هي تبخرت لنا ركز بقاعدنا في القاعدة الإناء ممكن تستخدموها تاهي مع الزبدة أنا ما كنفضل ما كنستخدمهاش كنحيده كنضيف الخليط ديال السكر بنسبة للسيدات اللي ما عندهم السكر الأشقر الداكن ممكن يستخدموه في المكان دياله السكر الأشقر الفاتح اللون ولا يستخدموه غير السكر حبيباتي أنا ما كانش عندهم نهائيا هاد الأنواع ديال السكر غنضيف الملح وغنضيف سكر المنكه بالفانيلا ونخلط هاد الشي جيدا يا بطبيعة الحياة السكر مع الزبدة أنا ما غديش يدوب ولكن مني غنقوم بإضافة البيض هنا غنسهلو العملية لأن هاد العناصر كاملة الدبغر عن طريق المضرب اليدوي ما كيلاش أنا كنستخدمو المضرب الكهربائي احنا ما كنحاولوش أنا ندخلو الهواء لهذا الخليط كنبقى نخلط حتى كنحسابه أن هاد السكر تقريبا داب بعدها كنقوم بإضافة الدقيق هنا غنقوم بإضافة الدقيق وغنضيف بيكاربونات السودا ضروري بيكاربونات السودا كان بعض السيدة اللي يعتقدوا بأن بيكاربونات السودا ممكن تعود لنا خميرة الحلويات ما يمكنش ضروري أننا نستخدموها هنا كنضيف هاداك اللوز كونكاسي اللي ما خلصوش يكون محمر مسبقا حين تقيل حمرنا ودخلنا هي طب مع الكوكيز غاولي اللون دياله أسود والنكهة دياله وغتعطي واحد النكهة ديال المرورية في الخليط هنا كنقوم بإزالة المضرب وكنستخدم غير اليد ديالي فأنني نجمع هاداك الخليط والدقيق ما كنحاولش نعجل نهائيا كما كنشوفو غير بأطراف الأصابع ديالي كنحاول أنني اللم العجين وهنا غنقوم بإضافة الشوكولاتة اللي قطعناها مسبقا وكنحاول بنفس الطريقة غير بأصابع اليدين أنني نجمع العجين ونتأكد من أن هاد القطع ديال الشوكولاتة متوزع بشكل متساوي في الخليط ديال الكوكيز من بعد هاد المرحلة نقوم بإضافة رقائق ديالشوكولاتة السوداء بنسبة السيدات راه هادو رقائق ديالشوكولاتة السوداء اللي نسبة كاكاو فيهم تقريبا 44% ما تستخدموش رقائق ديالشوكولاتة اللي هم يسيك شوكولاتي فارقه ما بين الشوكولات وما بين السكر اللي هو صيب على أساس أنه كشبه هو اللي احنا نسميه بديل الشوكولاتة هنا يضرور أنني نخلي العجينة ديالي ترتاح الخليط ديال الكوكيز على الأقل واحد ساعة ولا ساعتين في الثلاجة من بعد ما رتح لي الخليط ديال الكوكيز على الأقل واحد المدة ديال ساعتين أنا غير ساعتين اللي خليتوا في الثلاجة من كي يكون عندي الوقت كنخليه أكثر هنا نستخدموش ها التفلونشيت اللي هذيك الورقة اللي حاطة عليه هذي الخليط ديال الكوكيز باش نصيب واحد الحراب ديال الكوكيز هي في العودة لأنني ناخد ناخد ميزان ونعبر كل كوكيز بوحده ونكوره بوحده هذي طريقة أسهل بكثير يلي لا قلتو استخدمناها في الفيديو ديال اللي سابلي ديامو هنيا أنا كنت استخدمت استخدمت الفيلوم المونتغ هنيا عندي الورق ديال اللي تفلونشيت كي ما كنشوفو أنني ممكن تعوضوهم بورق ديال الطهي ولا تعوضوهم بالبابيي المونتغ كتستخدموها ذاك الحرابل كتتوزعوهم بطريقة متساوية وكتحاولو أنه أنه كنت تغولي وعلى شكل سيلاندغ هذيك السيلاندغ غتغولي وحتى تأكدون أنهم الجميع الجواني بخاد ذاك الشكل اللي هو دائري ومتساوي الحجم دياله من طرف من طرف لطرف كل سيلان هكملتو غنحطو فوق السينية ديال الطهي ولكن انا ما غديش نطيبو دابا من بعدو غنوريكم شنو اللي غنديرو أنتو كما كتشوفو نفس العملية غنكررها بالنسبة لجميع اللي سيناندغ لهما كينين غر ورقة واحدة ديال اللي تفلونشيت ولا ديال البابيي كويسان ولا الفيل ما اللي متغ كافي ايكم غنخليه في التلاج غير تحت قريبا يتجمد في الكونجير تقريبا واحد مدة ديال الساعة باش يكون عندي ساهل في طريقة تقطعه وكنناخد سكين هادا وكنقطعو هناي العرض ديالو تقريبا كيب قاليكم على حسب انتو مياه الدوق ديالكم بالنسبة لي تقريبا كنخليه في العرض ديالو واحد واحد ان سنتيم ان سنتيم في العرض والاقل تقريبا واحد ثمانية ديال الميليمتر اللي كان ديرهم الكوكيز إلا بغيتو وميكون ارقاقة ترقوهم والاغلاد غتغلضهم ناس الشي بالنسبة الجامية الكمية كنديرها وكنطيبه في الفرن اللي هو ساخن مسبقا على درجة حرارة ميتين وعشرة غير المدة الفرن شاعر من الفوق من تحت غير المدة تقريبا ديال ديال عشرين دقيقة كتكون كافية انه يوجد هذا من بعد ما خرجتهم هنتم ما كتشوفوا القوام ديالو ديك الشوكولاتة اللي كتكون ساحت فيه ولكن دوك رقائق الشوكولاتة على عكس دوك القطع ديال الشوكولاتة اللي قطعناه ما كيدوبوش كيعطاه واحد المنظر ودك اللي لو تكون كاسي اللي استخدمناه كيجي كيعطى واحد البنان اللي هي واحد تقرمشة اللي هي هائلة هناك ما كتشوفوا رغم الله تخرجتهم كاملين من الفرن كونوا متأكدين انهم بالاشياء اللي ساهلة في التحضير ما فيها شذك كترة التكوير وغتعانيوا معاها وخاصكم تعبرو وتعارفو شذي قد الاخرى غتحتاجوا غير ليسيلاند غتقطعوهم وغتحصلوا على تقريبا كتر من 164 قطعة اللي حسبتها قطعة بقطعة غتحصلوا على وغيديكم واحد مداغر غتديروهم في واحد الاناءات اللي هم هي محكمة الغلق وممكن يبقى عندكم حتى الخمستاشر يوم اعطاوا الاطفال ديلكم محسن من انهم يشربوا الكوكيز اللي هو جاهز مسبقا من المحلات التجارية في المواد الحافظة الدقيق معدل بالزاب دي الحوج المعدلة فيه هنا اشياء كنخدمه علي للدينة وكونوا متأكدين انه غيجب حتى الكبار كمرافق الجلسات ديال الشاي ديالكم كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب والاستحسن ديالكم اللي كي شاهدني اول مرة كانت معكم مريم في القناة يفعل زر ديال الجرس باش يوصلوا الجديد ديال الفيديوهات اللي كنحطها كل اسبوع ويشترك الى ما كانش مسبقا من المتتبعين والمشتركين ديال القناة واللي عنده شي طلب ولا شي وصفة بغاني نحضرها من هنا يا القدام يكتب ليه في التعاليق شنال الوصفات اللي كتهمكم انني نحضر في هاد الايام شن هما الاشياء اللي تبغيوني انني نتكلم عليها في الفيديوهات ولا الاشياء اللي انتم معيها باغين انكم تعلموها في مجال الطبخ شكرا على الدعم ديالكم ونقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله